مساء خير على كل استاذ المشاهدين في داخل مصر وفي خالج مصر وطبعا أنا كل مش ها يعني في ناس تعرفني وناس متعرفنيش أنا إيمانة والعنين طبعا ناس كتير جدا جدا عندي على صفحتي هتجنن عشان انت فين يا شيف أنا ولتنهم إن شاء الله أنا موجودة في الصحة والجمال إن شاء الله بإذن الله نشتغل شغلي جميل هنا مع بعض وبرضو اسلب هو هو مش هغيره توفيري هو هو مش هغيره نوعياتي في الأكليات برضو تقديمي للأكل تسهيلي في الأكلة تشجيعي لحضرتك في الأكلات إن شاء الله بإذن الله مع إيمانة والعنين هتطبخي يارب بس محدش كل ناس الشعر بتاع مع إيمانة والعنين هتطبخي وكمان هتقلفي بس إن شاء الله بإذن الله مش هتكلف هنحاول نشيل بعض نشيل ميزانية بعض نوفق حاجة مع حاجة وكل يوم نعمل حاجة جديدة إن شاء الله من شكل بإذن الله والنهاردة جايبانكم شوية أصناف حلوة كده يعني ها نفتتح بها ايه الحلقة الجديدة النهاردة أول حلقة هنا إن شاء الله بإذن الله النهاردة هقدم لكم أول حاجة فرخة إحنا كلنا كشعب مصري متعايشين على الفراخ البيضاء آه ساعة نجيب لحمة بس مرة أو مرتين تلاتة كده يعني الوجبة الأساسية هي الفراخ البيضاء فإحنا بقى أنا بحب أجدد فيها وطور فيها أشكال كتير جدا بإذن الله تعجب حضرتك وتنرضك بإذن الله يعني ايه تحس إن فيه تغيير هي بحاجات بسيطة لمسات بسيطة بس زي ما أنت بتعودها معايا أفكار نميسة ولمسات بسيطة بإذن الله وأقول المقادير بإذن الله دلوقتي فرخة وراك أنا كنت أعمل وراك بس بصراحة ايه قلت بقى أعمل فرخة وخلاص فرخة مقطعه أربع أنت أطعانه السيني براحتك اللي يعجبك بطاطس طبعا أنا دايما بحشر لك الخضار ده أدخل الخضار في أي أكلة معايا ليه؟ الخضار بيقطر في الكمية ووفر معاك في البنزانية وزاود الكمية الغذائية يعني الخضار ده بيعمل ثلاث حاجات ووفر في الكمية وزاود الكمية الغذائية ويقطر معاك في الكمية يعني الأكلة تشيل بعضيها كده يعني بطاطس مقطعه جوليان طويلة كده بصل زيها طماطم برضو زيها أرنفلف الحامي اللي حابب يعني اللي حابب يحطه ولي مش حابب لا اللي عنده أولاد صغيرين بلاش والمقادير قدام حضرتك على الشاشة فرخة مقطع بصلة جوليان واحدة بصلة كبيرة يعني كده واحد فلفل حامي اتنين حبة طماطم وجوليان اتنين حبة بطاطس برضو او تلاتة حسب افراد قصريت الكطار يعني توم ملح كمون حصى الوجبة النهاردة هيعتمد على ايه على كمون الحصى ان شاء الله بإذن الله تعجب حضرتك وتنردك بإذن الله والتفاصيل والتكات واحدة واحدة كده هندخل في حاجات مهمة جدا كل حلقة ان شاء الله هتبقى احلى من اللي قبلها بإذن الله ان شاء الله بإذن الله وهجبها عشان ايه ادخل التدبيلة كلها في البعضان مقطعها الصدر هنا هو بس هكمل بقى قطع كده بس هجبست كده وقطع كده عشان ايه تبقى كلها دخلة ببعضية كده كل الحاجات هتدخل الطعم ده يبقى في كل الفرخة من هنا اهيه كده ايوا كده شايفاني خطوط كده يبقى شكلها حلو برضو في الاخر كمان والورك زي اهو انا كنت بعمل قبل لهو عملته اتنين واد الورك تاني برضو زي اهو اهو انتو اتنين ما تعمليش الفرخة كلها انتو اتنين ما تعمليش الفرخة كلها انتو اتنين يعني اعملي نصف الفرخة على قدك يعني ايه ما تعمليش الفرخة كلها واد معايا تصل على النار صانية لان هعمل فيه عشان ايه ما قطرشي ما بقص الدنيا بقى في المواعين وارجعون لنا زهقانا وطهقانا ومش عارف ايه كده يعني اضبط الدنيا كده مع نفسي واحدة واحدة. بسم الله. الفرخة بقى اول ما تحطيها على الجلد. تحطيها على ناحية الجلد كده. والجنح جميل برضو ما تقطعهش جميل جدا على فكرة في نفس كتير من هواة الجنة. اهو كده. اول ما تحطي الفرخة مش عايزها تلزق من حضرتك. اول ما تحطيها اللي بيها كده كده اهي مش هتلزا اول ما تحطيها انما لو حطتيها وصفتها شو هي هتلزا اهو كده عالجنب التاني كده اهو وانا هضيارها لسه برضه عشان تاخد لون حلو كده اهو كده لو انت مش عايزها تلزا عايزها تلزا بقى وتاخد اللون اللي هو البوني ده احنا هندولها برضه بس ايه بافكارنا وبمزاجنا يعني مش مزاج الايه مش مزاج الفرخ هلع بس ده كده اهو وتاب البق هحط شوية ايه شوية ملحة الفرخة كده احياء الاسل كده اهو كده بسم الله الرحمن الرحيم الطريقة دي سهلة جدا جدا متاعد بحضرتك ان شاء الله بازن الله كده واشيل دي ودي وقادي ايه الخضار معانا زي ما قلت لحضرتك الخضار بتقطع اهو مستنى مقطعها زي مقطعها بس عشان الهوى النهاردة انما ان شاء الله الحلقات الجاي بازن الله هارجع اقطع معك كل حاجة لو زي ما كنت بعمل بس البطاطسة اهي كده اهي جليان يعني اهو كده اهو عصرة بقى بسيطة كده تكة بسيطة كده من تكات نميزة عصرة لمونة كده طبعا الفرخ مخصولة كويس جدا يعني تغسليها مرة واثنين وثلاثة بدقيق خشن بدقيق وملح خشن ولمونه وتكب المياه وتصفي يعني ايه تنزل الفرخة في مصفى كده تزبطيها يعني الفرخة هي معانا تمام التمامة اهي ليه بقى عشان اغسلها كويس جبت ملح خشن وجبت دقيق وجبت لمون وعصرت ودعكت بقى الفرخة كلها وبعدين شطفتها كويس مرة واثنين وثلاثة وبعدين حطتها في مصفى تمام هي هتاخد اللون بقى معايا كده اقلبها بس كده اهو قدها ايه تشويحة بس اقفل المسافة بتاعتها بسم الله الرحمن الرحيم كده اهو بص اللون الحلو ده لون جميل صح? انت بقى عايزة تكملها سوى على البوتاجاز براحتك انت عايزة تدخلها الفرن برضو براحتك اللي يعجب حضرتك هنزل بقى عليها ايه عشان وقتنا بس هنزل عليها البصل والتوم البصل اهو اللي هو شرايح والتوم اوكي؟ يدبل معاها يدبل بس معاها الحاجات دي بتطعم الخطوات دي يا جماعة بتطعم الاكل معانا اهو كده الخطوات دي بتخلي الاكل طعم كده وتحس ان انت ايه عامل حاجة جديدة على انها ممكن يعني تكون عادية بالنسبة لأي حد تاني بس الخطوات المهمة وان انت تكون مبسوطة كده وانت تعمل الاكل اه عندي كده يعني مش زهقانة طول ما انت زهقانة حتى لو عامل خروف هيتلع بالخروف مكشر تدقيني كده بسم الله الرحمن الرحيم جريز عالي اه اه شوح بس البصلية في اللي ايه في السائل اللي نزل من الفراخ اللي هو السامني ده خلوش بني يعني ما تحرقش الفرخة مش بني سامني كده اه بس البصلة تيتبل بس كده في النص احنا قلنا بقى البطل معنا هنا ايه في الوجبة الاساسية بتاعتنا البطل معنا هنا كمون الحب اه فيه ناس بتحب تحطوا بس الحب هديك نتيجة افضل جرب الطريقة دي هتعجبك جدا 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 اها رش شوية كده معامل اول خالص كده بسم الله الرحمن الرحيم اها نقلب تتبل بس البصلية والفرخة تتلون اللون اللي حلو اللي قلت لحضرتك عليه هي هتكمل سوا في الفرن باذن الله هتبقى جدا 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 ان شاء الله باذن الله وهنزل بقى عليها بايه؟ طماطم بعد ايه؟ بعد البصل والتوم الطماطم ترنشت برضو هي مش صنيت بطاطس يعني انا مش عايزة فرخ بالبطاطس لا دي حاجة تانية خالص انا عايزة اديها اللون بس كده يعني ايه حبيتين طماطم يدونا تراوة كده اه في قلب الفرخة اهو كده بسم الله اها يارب بس الناس تكون شافت البست اللي انا نزلته على صفحيتي بقى كل حبيب اللي بيسألوا علي واللي قلقانين علي بصراحة يعني باشكرهم من هنا وبقدم لهم شكر اه دايما كل يوم لازم حد يسألني على الصفحة انت فين يا شيف انت فين يا شيف انا موجودة ان شاء الله بازن الله مع حضراتكم ونعمل بقى حاجات حلوة ونجدد ونعمل حاجات حلوة كتير ان شاء الله هخلي بس دي ايه تاخد بتدي مع بعضها الفرخة كده اهو بسم الله الرحمن الرحيم ايه بالفوتة بتحتي اهو تعال كده وقلب الفرخة برضو ايه البقل ايه الحقل اقولي حبيتين صغيري لو حبيتين كبر حت واحدة بس تماطم بصلايا برضو واحدة بس تمام اهو اهو كده قلبهم بقى هم هيروحوا مع بعض انا مش عايزها بقولي حضرتك يعني مش عايزها تبقى تسبيك الطبيق او بطس مطبوخة لأ ده حاجة تانية بقى ايه بس انا بقطر الخضر ده بحط عشان يتقطر معاك ايه الكمية اهو كده حط البطس بقى كلها كده اديني انا بس ايه ايه اي حاجة تقطر الاخلي لقيني موجودة فيها جري وعملها حتة كبيرة عشان تلحق تسيوه مع ايه مع الفرخة ان شاء الله بازن الله كده كده يعني ايه متعملنها الشريح رفيقه خالص عشان تبقى طعمها حلو ايه ومضبوطة في السوا مع الفرخة انت بقى في البيت كطري عني يعني كده يعني انت في البيت يعني دودي في السوا الحاجة سنة بسنة كده اهو كده بسم الله اهو هي كده بقى ايه افضل لها ايه احط بس اضبط الخضار بتاع بشوية ملح عشان نحطنا للفرخة ومحطناش للخضار تمام اهو كده في سوا هنا عملنا الفرخة وخلصنا منها وانا اخوتها ندخلها الفرد حاجة طعمها حلو حاجة هتعجب حضرتك ان شاء الله باذن الله اه حاجة هتوفر معك طعم جديد غيري واجربي الطريقة دي هتلاقاها طعمها حلو جدا ان شاء الله باذن الله تمام اهو هخليها بس عشان البوتاجاز حامي عن الفرن هخليها تاخد وتدي كده على البوتاجاز اول ما تشيل كويس سأروح بخدافين مدخلها مع حضراتكم الفرن تمام واشيل ده كده هنا اهو واجيب بس ايه منديل امسح قدامي كده وبرضه يا جماعة احنا نحافظ جدا عشان ايه المكروبات والحاجات دي دلوقتي احنا بنقول يا رب ايه خلي ولادنا وحافظ عليه وان شاء الله هجيب لك افكار حلوة جدا لستان دوتشات بتاعت المدرسة حاجة كده يعني ايه اقل اقل من الميزانية كمان مش زي الميزانية اقل من الميزانية كمان كده اهو ناخد بقى ايه يالفرخة شغالة ايه بتاخد سيدي مع بعضاش بالعين بس كده هعلي العين التانية دي علتها ايه هواديها عليها بقى اهو بس كده العين دي قعلى شوية يعني من دي وهجبها هنا ايه اه واجبة برضو انت متعاودين معي ان انا دايما ايه باعمل عيش وباعمل مخبوزات حاجات في البيت كده بتفرح العيال بتخلي ريحة البيت حلوة بتخليك انت قعدة في البيت حاسة بريحة اهلك والديتك زي ما كانوا بتعمل كده برضو احنا لازم الجلي الجديد ده لازم نعمل معاه زي اهلنا وكانوا بيعملوا معنا بالضبط لازم برضو نخليهم يبقوا ايه ومبسوطين ومقاعدين نشوف الحاجات الحلوة الليها اتقرضت من زمان دي رجحها لهم تاني نعمل حاجات كده في البيت اوه الناس كلها بتشتري عيش وبتجيب عيش من الفرن ومش عارفة ومن هنا ومن هنا بس اللي عاملها ببيتك ورحته وطعمه احلب كتير جدا جدا ان شاء الله باذن الله وهطلع قدل عاجينة عاملها معايا هيه بس انا ايه مش عاملها كوبة بقى من اي حاجة النهاردة سامحوني يعني بعد كده انا بقى انجهز ايه شوية معانا واعفرت بس وادخل استاج الفرن ونرجع بقى اقول المقادير من الاخر اللي الاول تمام؟ اجيب جلافز على ان انا من اعداء الجلافزات وانتو عارفين وبحب بشكر كل اللي عاملين هنا في القناة والاستاذ محمد رمضان والاستاذ هاني والاستاذ عبعظيم كل اللي عاملين معنا هنا في القناة انت ابني بتعمل ايه؟ ايه مش معايا خالص ولا كأن موجود ماشي ماشي اعدي العجنة بتاعتنا ايه؟ واستاذة اسماء اهلا وسهلا بحضرتك معاليش يا استاذة اسماء كلمينها تاني معاليش مين اتأخرني عليها يا استاذ محمد؟ معاليش احنا قاسفين جدا لحضرتك العجنة اللي بخليها طرية وقرصها على زيت اهو كده انا حطالها ايه؟ يعني زيت تحت دي عجنة اتنين في بعض يعني دي مش عجنة واحدة دي اتنين هطلع منها حكتين اتنين هفرت بقى بايدي كده النهاردة كده دي العيش الشامي اهو وحط بقى على هاش وشه شوية ايه؟ حبة البركة شوية كمون كل ده قيمة غزائية حبة البركة دي يا جماعة متستهونوش بيه على فكرة مفيدة جدا 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 ايه سعرها خيص مين؟ ام سيلفي اهلا وسهلا بيك اهلا وسهلا بيك فضالي معلش يا حبيبتي تكلمينها تاني انا اسفلك جدا 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 معلش كده اهو نفرت بس العيش بصي بتفرد معي بالروح ازاي؟ عشان انا مريح العجين هقولك دلوقتي الفويد انا لسه استاذ محمد لسه هنزل ايه؟ لسه بس هدخل دول الفرن وقول المقادر بالترتيب عشان الناس متوش مني كده اهو هفردت دول اهم هدخلهم فين؟ هدخلهم الفرن والله انا عايزة بقى ايه افرد يعني انا وكان عليها عايزة افرد عشر عشرين كده يعني بس هدخل دول الفرن دلوقتي اهو كده باينين خلاص اهو كده عشان انا بقى ايه ابقى انصح من الحاجة اللي قدامي انا ابو تاجزة اهو شغال احط بس كده ايه؟ هنا اسخن الساجة بتحت عشان الفرن دايما الفرن الكهرباء ده بطيء عن فرن البيت اخلي الساجة بس من تحت تشيل شوية اشغل مخ هنا طول ما انا ايه مخ بوجود لازم اشغله طبعا تسخن بس كده وبعدين ادخلها فيه ندخلها الفرن استاذة اسماء اهلا وسهلا بحضرتك اهلا وسهلا زيكي فيك اهلا اهلا انا محبك او حبيبتي ربنا يخليكي عرفت منع الصفحة بقى ولا منين انا موجودة النهاردة؟ لا انا بدار بالصدفة لأيك والله بصي ده شرف لي انا عزة طريقة عمل البزبوس البزبوس ورقة وقلم مكتبي حالا ورايا حالا بالا ما تستنيش امع تستني حبيبتي حاطر من عيني استاذ احمد اهلا وسهلا بحضرتك استاذ احمد اهلا وسهلا بحضرتك استاذ احمد والله انا عايز اشكرك على الاكل الجميل اللي انت بتعمليه ده وبتفكرينه بايام زمان او والله يعني انا يعني بص عايز افكركم حاجات زمان كلها ان شاء الله باذن الله والله ربنا يباركي ربنا يخلى حضرتك استاذ احمد ونورتيني باتصالك مالكش اي سؤال بقى والله اهلا ومتعنس انا حارتك على حاجة اتفضل المقانونة البشاميل حاط ولا اهلا برض تنفع تتعمل بلبن خالد دسم تنفع طبعا بس هتبقى اي طعمها ما ازاي برضو اللي هو اللبن اللي بيبقى فيه الاشطة ده بس تنفع طبعا مافيش تقولش لا اطبع ما انت عارف عارفك بقى الاكلات دي بقى الواحد درسوا بيها بس الرجيم بقى لحسن السدن وبتاعه كده نعمل اهلا اكلات رجيم نعمل حاجة ونقول هنشيل منها ايه تبقى هتنفع للرجيم ونحط ايه تنفع برضو ايه للسيام ونقول كل حاجات ان شاء الله هنا في البرنامج بإذن الله استاذ احب نورتيني شكرا جدا لحضرتك استاذ احب ناخد بقى الفرخة فرختنا الحلوة دي وندخلها برضو ايه تحت العيش كده هي تاخد شوية والعيش ياخد شوية والله انا عايز احط الغيف تحت كده ما اشوف هيعمل ايه معايا كده في الفرن استنوني كده ثانية عشان العيش الشامي ده بحب الفرن ايه سخن احط الغيف تحت كده في الفرن واجرب انا مش خسراني حاجة اهو كده بسم الله الرحمن الرحيم بص انا امطريها العجنة ازاي عشان تبقى ايه العجنة فيها زبادي اللقمة طرية يبقى طعمها حلوة جدا ان شاء الله بإذن الله مع حضرتك بإذن الله هاخد الغيف كده وادخلوا الفرن اهو هدخلوا على ارضية الفرن انا بقى متعودة عن النار فعادي يعني ما تقلقوش اهو كده اهو هسيبوا بقى تحت كده ياخد سنة والبطاطس هسيبها هنا برضو ايه تاخد سنة مع بعضها ونقول مقادير العيش الشامي تنزل معها انا بقى ان شاء الله على الشاشة بإذن الله عشان ايه نقولها بالتفصيل كده والنهار ده حتلكوا ليه شوية الزبادي اه نزل شكرا جدا لحضرتك والله العظيم شكرا جدا لزوء المخرج بتاعنا نزل المقادير وهنزلها تاني عشان خاطر حضراتك تاني مقادير يعيش الشامي سهلة جدا اه نزلت ايه اربح كبات دي اتنين معلقة خميرة فورية او عاديا اللي انت تفضلي يعني شوية ملح معلقتين سكر كبات زبادي حبت البركة بقى دي حبشتكنات كده ايه وقد هبالك انت من حبشتكنات على الوش دي هي دي بقى هي دي حبشتكنات معلقتين زيت كده يعني ماشي اهو ونعجب انت عارفة ان انا عندي العجن وكل حاجة بس انا بس اهل عليك الدنيا عشان ما تقولش ايه الشي في عجنة في عجن هي عجنة بقى والعجنة طلعت حلوة عشان هي عجنة في عجنة لا والله اعمل معك كده ايه على الهوى كده ادي حطينا ادي اهو وقادي الخميرة وقادي الملح بعيد الملح بعيدة عن الخميرة خلي الملحة الخميرة ضد بعض ممكن تكرت معها السكر عادي وقادي السكر مع لقتين السكر بعيد الملح بعيدة عن الخميرة دايما حتي معها الخميرة السكر هالنشاطة انما الملح هيقتله آلك وقاديине اهو تمام؟ كله على بعض اهو اهو ادي dépديك في عجنة اهو برضو لازم نكت شوي苦 plenty ايه؟ نكت شواء ماى يعجن videos انا بقي علي العجنة اللي بعجنة لحضرتك هنا دي كوبي انما انت في البيت بقى حطي الكمية كلها لحطي كوبات الزبادي كاملة انما انا بعجل هنا كوبي فبنقص شوية يعني عشان نزود شوية ماء تمام اهو كده وانت بتعجيني العجينة ما تخافيش منها لو خفت من العجينة هي حتشبط فيك يبصلي زي زي ما تكوني كده ايه في حد مزهائك كده في عشتك واول ما يعني ايه زهقنا منه ولم يبقى مزهائك بيبقى شبط فيك زي الشبطة اهي العجينة زيها يشبط فيك كده وانت ماشي كده حطي لها مية حلوة يعني ايه ماشي تحطي لاش مية حلوة سياحيها لا مية حلوة على قده تعجيني من اول مرة كده مرة في مرة هتبقي برضو متمرسة في العجين زي كده انا تعلمتي وبصي ونستعلم حضراتك وكلكو حاجات كتير جدا والله تعال يا بنتي يا حافية اهو بص المية والزبادي الزبادي ان شاء الله يطرها باذن الله عايزة تحطي لها كامون برضو كامون جميل كده اهو بصي العجينة انتي بقى في البيت لدي اكتر مني بقى لدي يعني ايه يعني اعملي كده يا دي لدي يعني اعملي كده استاذة ردو اهلا وسهلا بحضرتك استاذة ردو اهلا اهلا اتفضل اه حضرتك انا بسأل على مهادر القرص الضرية بس مهادر ولاية لكن انا مش عايز اعمل مهادر كتير ليه استاذة ردو ليه كده استاذة ردو ما على قدنا بقى حاضر لا ده انا بشجعك ان انت تعمين على قدك انما انا بقولك ليه اصيزة رضوة يعني مستعجلة كده ولا ازاي كشيف ولا عاملة ايه شيف ولا اي حاجة ازاي كشيف عاملة ايه ازايك يا حبيبتي عاملة ايه اهلا ما سهلا بيك اهلا بحضرتك حاضر عناية ولا وقلب بقى وجاهزي نفسك ها خلاص اهو جايزك ماشي حبيبتي معلتي سلام جاهدنا العجين يا جماعة اهي بص شكلها بس ما تستريح بقى تشبطها اللي فادي هترو واغطيها بقى ايه بلاش اش اقولك استريتش وحاجات من دي زي كده البرامج وكده لا ايه كيس بلاستيك عندك اه يعني نضيف لا بيسيل الطبق وركنها على جنب تمام اهم عايزة بص بص على بص العشرة في الفرن بسم الله الرحمن الرحيم والريف اللي تحت تقريبا كده الفرن سخن مولع تقريبا يعني بسم الله الرحمن الرحيم هجيب بس حاجة ايه هشبها الرغيف اللي تحت ده بص تقريبا الفرن سخن جامد من تحت وانا حطيت على الارضية فعادي يعني ما عنديش مشكلة هحطه جنب دول برضو بص العشة عامل ازاي بص شكله عامل ازاي جاي اهو اهو يا ابن تخدوني انتو كده والله يا ولاي شفتي اسهل من كده ايه مفيش هحطه بقى ايه تحت شو سنة هحط العش تحت سنة كده اهو وحطت ايه الفراخ بتاحت الحلوة اللي غلية وحلوة وجميلة وخدت ودت مع بعضها ودخانت دي فين الفرن يلا يلا بينا يلا بينا اهو كده اهي دخلتها الفرن ادخلها كده تحت الشوية ولايت اسد محمد يفكرني بيه مفيه رغيف انا كنت حطاه على على الظهر بتاعه تحت ضهره حمر فمش هسيبه تحت ده يحمر تحت هحطه هنا هحطه جنب ايه جنب الفرخة اهو انا احبه يبص ايه ده انا بص كده ده ايه ده انا عفريت احب احط كل حاجة في الفرن واشغال مرة واحدة كده محبش احط ايه حاجة والزق جنبها لا انوع كده واشكل يعني كده اهو تمام اهو الله مش عارفة سامع حد بيضحك مش عارفة ميت كده همسح دي كده الاول يعني احنا عملنا احنا عملنا الفرخة الروسط ودخلناها الفرن وعملنا بعدها العيش الشامي برضو ودخلنا الفرن هنعمل بقى دلوقتي حاجة برضو يعني ايه طعمها حلو وسهلة وبسيطة وان شاء الله باذن الله تعجب حضراتكم باذن الله حلويات يعني كده ايه من غير فرن يعني ايه حاجة حلوة بس من غير فرن تمام؟ ممكن نطلح فاصل ثواني بس ونرجع تاني كلمتي دي ثواني ونرجع تاني موسيقى موسيقى بقى بقى طلعة كده على عناية عايز اخد الحلقة كاملة كلها عشان افيد حضراتكم ان شاء الله باذن الله يعني بس ايه في حاجات كده نطلح فاصل نروى الدنيا يعني كده ونلمي للحاجات اللي حوالينا دي وقادي كمان بفرد رغيفين كمان او مع الشامي والمخرج جهه وقال لي لازم تفرد يوم على هوا تاني اهو كده عشان نلقي حضراتكم شايفين كل حاجة ده رغيف ده حطط له كمون اهو كمون اللي فايد من هنا من الفرخة انا ببرميش حاجة ابدا ابدا اللي بيرمى اي حاجة اصلا حرام حرام وما فيش دلوقتي يعني عشان تبقى عارفة يعني يعني حرام الحاجة اللي هترميها مش هتلاقي غيره وحط في التاني اهو حبة البركة كده اهو تمام؟ بصوا العيش اللي طالع يفتح النفس ده ده اللي نص لسه هاخد الفرن تاني وده اللي خرج من الفرن. وده اللي انا خ้بزاه بايدي كده اللي هناك ده اللي انا خبسته بايدي كده جوه الفرن هدخل بقى دول كده تحت برضه جنب الفرخة بتحتي اهو اخطوا ما دخله من الفرن انا خلاص روحت الفرنن انا خلاص حطتهم جوه الفرن اهو كده تمام؟ اقفل بقى الفرن ده وست بص على الفرخة كده تمام اعمل بقى ايه دلوقتي هنعمل بقى احنا عملنا كده العيش الشامي وعملنا الفراخ الرزتو اللي هي هتليق مع بعضها ممكن ما تعملش رزتك لب العيش ده الفراختي بقى تحفة جدا ان شاء الله والناس اللي طلبت مني حاجات انا مش ناسيها كله دلوقتي هقوله ان شاء الله بإذن الله اه دلوقتي هننزل بقى ايه انا كان ممكن اعملها لك بطريقتين بس قلت برضه دي فيه ناس ما عندهاش جلاش في البيت وفيه ناس عندها ممكن اعملها لك بطريقتين يبقل لاش يبقى عاجينة زي ما هعملها دلوقتي كل الناس عندها دقيق في المحافظات في الفلاحين في الارياب في المدن في كل مكان عندهم دقيق وفيه ناس مش بتواجد عندها دقيق لاش فقلت الحل اللي هو عمتا عند الناس كلها انا هعمله النهار ده بإذن الله وحاجة سهلة جدا جدا يا ريت بقى المخرج نزلنا المقادير على الشاشة حلوة بدون فرن هتعملها وانتي قاعدة كده على البتجاز في اليام الحلوة دي ان شاء الله وإحنا قاعدين كده سهلة جدا 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 يا عم أول مقادير قدام حضرتك على الشاشة كوبايتين دقيق جرابي وبعد كده كطري انتي جرابي الأول بعدين كطري في الكمية كوبايتين دقيق معلقة سكر رشة ملح ميا للعجن زيت هنقل فيه الحشوة بقى الحشوة سهلة برضه ثلاث معلقة النشا كوبايتين لبن ثلاث معلقة سكر فانيليا تمام؟ نقول تاني كوبايتين دي ايه يعني الحلوة دي كوبايتين دي ايه عليهم معلقة سكر عليهم رشة ملح ونعجن بميا دي العجنة اللي هي قدامي دي دلوقتي عجنتها وكورتها كوروا سلكنتها عملها برضه بقى هوري حضرتك برضه من ألف لليأ برضه ودي الحشوة بتاعتنا حطى اللبن يغلي هنا على النار الحشوة بتاعتها عبارة عن كوبايتين لبن عليهم ثلاث معلقة النشا ليه يا شيف انت دايما بتقولي كوبايتين لبن عليهم كوبايتين معلقتين نشا عشان أنا دلوقتي هحش الحشوة دي هو العجينة مش عايزاها تخرج مني بره عايزاها تبقى سميكة تمام؟ ولازم تبرد لازم الحشوة تكون برضه مع حضرتك تعليمات دي حاجات مهمة كلها خطوات مفيدة هتنجح معاك الحاجة يعني ان شاء الله بإذن الله تعملها وتدعيل يعني انا حطى اللبن هو يغلي على النار وحطى الزيت على العين اللي جنبه ومجهزة حاجاته جاهزة هون ان شاء الله بإذن الله لما بس كده ايه كركيب الحاجات التانية دي اهو وفي الاخر بقى انت عايزا ترشلها شوية عسل عسل بتاعك كنافة عادي عندك ست مؤتدرة وربنا كرمك وعندك عسل نحل تمام مبروك عليك معنديكش هتعمل ايه برضو هتعمل شوية سكر عليهم يعني كوباية سكر عليها نص كوباية مية عليها عصور نص لامونة عليها ورقة فانيليا وتسيبهم يغلوا على النار واللبن كان هيفور منا هو ماينفحش الكلام ده يا جماعة كده وانا وقف ايه قدي المعلومات لحضراتكم المفيدة كده ادي اجيب معايا ايه شوية لبن حيشاهم اهم من اين من لبن للكوبايتين اللي احطتهم على النار هقل فيهم ايه تلت معالق نيشة اهم تمام انا عايزها سميكة وهنا وقادي تلت معالق نيشة في شوية اللبن اللي انا شايله ماينفحش حط النيشة من الاول وهسيبها لازم تحطيها وتقفي جنبها ابص على الفرن حاض حاض وقادي السكر بتاعنا هنحط السكر فين هنحط السكر في اللبن ادي واحد ادي اثنين ادي تلاتة تلات معالق ايه سكر تمام وهجيب بقى هنا ايه اخلي النيشة برضو جنبي والمعلقة برضو جنبي واجيب المضرب بتاعي عشان برضو المضرب بيسهل علي ايه الدنيا يعني وانا شغالة تمام حلوة اسم البرنامج صح وانتو عارفين طبعا ان هو دايما اسمه ااا قولوا معاي مطبخ ناميسة اهو كده حط النيشة يعني ما تعملش النيشة من الاول وتقفي جنبها ساعة عبر اللبن ما يغلي والزهائل ما هي شوية لبن برضو في موم النيشة كده وقلبوا حطي على طول اهو مستخنت كده ازاي؟ في ثواني هتلاقيها بصي ما شاء الله عليها كده اهو اهو وتيجي بعد ايه تفضيها بقى اهي هاركينا على جنبها هاي قدام الكاميرا هنا عشان دي الحشو انا عاملة واحدة بقى عشان ما ينفحشي احشي بيها وهي ايه وهي سخنة وقدي العجينة بتاعتنا عجينها برضو قدام حضرتك بس ايه هحط بس واحدتين عشان انا ما عايش كوب النهاردة انا قلت لحضرتك انا جاي مستعجلة وما عايش كوب النهاردة جب منديل امسح قدامي بس امسح ترابيستي كده بسم الله الرحمن الرحيم واجيب هنا ايه اللي انا بكت بريحة دي اهو هحطها هنا بس هحط قبلها شوية ايه شوية زيت لا مش زيت يا ابني زيت زيت ها بلي ماشي ماشي خلاص يعني جاب الاخر كده اهو وافريدها كده اهو بسم الله كده انت عندك مردنة بس رايحها شوية الاول عشان تفرد معاك وتبقى حلوة ان شاء الله باذن الله كده اهو توسعي كده وهنعملك فتير وهنعملك وقرس بص بس على الفرن بس انا ايه مش مطمئنة يعني هجيب اهو كده لا لسه الفراخ لسه لسه داير بقى العيش اللافة في العيش بتاعي كده اللي بكمون واللي بايه اللي بحبة البركة اهو كده كده خلاص اقفل ولا ايه اقفل ماش خلاص شفت انا بص والله بس مع الكلام ما اقفلي اقفلي خلاص اهو كده واشد دي كده باشد بداية كده اهو اهو شايفاني اوسع بقى هنا ايه كده تمام اهو واعمل تاني دلوقتي ورا حضرتك كده والناس اللي طلبت البزبوسة فاكراها مش ناسياها والقرس الطرية برضو الله قرح تخافيس حلو اوه هنا والله يا جميع بصراحة يعني بصراحة رحيتها حلو اي خدمة اهو والله ماشي ايه واحد وقف معناه على الكاميرا هنا نفسه بدي يدوه نفسه يدوه بيقول لي اي خدمة اي خدمة انت با مش هانا كده اهو حت كده البردة اللي هي احنا عملناها زي المهلبية كده تمام اهو في النص كده واعمل تاني برضو ورا حضرتك زي ما قلتلك اهو اجيب علاها دي كده يا شحة ان شاء الله بإذن الله ونسيت اقول لك برضو بس اقول لك دلوقتي انا بعمل ايه العجينة تاني ان شاء الله بإذن الله كده والليف بقى كده واضحة معاكي جاية اهو من عايزة اقلع الجلافز عشان ايه مزهقني وحداية كامون جات من الوصفة اللي فاتت بس مش مهم مش مهم معلي اهو كده كده هلفها كلها كده زي الفطيرة زي ما تكوني حاشية فطيرة ايه بس دي حاجة تانية سهلة يعني عليك اهو كده وجربي قليلي ان شاء الله بإذن الله جربي الحلقة الجاية وقليلي حصل كذا وكذا لو اتقطعت برضه مفيش مشكلة عادي جدا كده كده احنا ايه هلفها حلين بعضها تمام اهو كده هلفها كده اهو دخلتي الطرف ده هنا تحت اهو ولف كده زي بس كده اهو كده كده جاية اهو ووزع الحشو بداية كده برضه وده شيل دي دخلها فين ادخلها تحت هن الزقها فيه اوكي ها هعمل تاني انا هحط دي فنت زيت واعمل تاني تمام بسم الله الرحمن الرحيم يوم سهل الحال يا رب احطها وبصي حتى الزيت في ايه بقى بصي انا ميسة ازاي حتى الزيت في ايه انا ممكن كنت حطيتلك بقى تصق قد كده وكفضيتلك فاق استني اثنين زيت عشان اعمل شوية حاجة حلوة طيب ليه يعني محرام انا حتى الزيت في حاجة صغيرة هاو هيخلص وان شاء الله بإذن الله بإذن الله يقضيني مش هيجراله حاجة تمام يعني حتى الزيت في حاجة صغنطوطة خالصة هاي وحطة برضو على العنس صغنطوط عشان تاخد تستيوب رحيتها كده عم بفرد واحدة تاني خدنا واحدة تانية كمان اهي اهي نوسح كده بسم الله اهو اوسع بداية كده زي ما انا بعمل الفطر كده معاكم بالضبط اهو كده اهو سهلة سهلة يعني ان شاء الله تعجب حضراتك وتعمها حلو جدا ان شاء الله بإذن الله كده هي جوه اهي في التصق في البتاعة ايزا نقولها على العين التانية بقى يا مسكت نفسها كده اديرها بس عشان ايه ما ضيعش موجودة على الارض هي رحت فين ايه المنديل اهي تعال بص دي بص دي قد ايه بص دي قد ايه سوانطوطة ازاي بس بحب اعمل بقى كل حاجة بصراحة يعني انا ماضحة وصريحة بص ده ظهرها ويسيبها برضو على العين اللي هي ايه وطية شوي عشان ايه تاخد ويتيت دي ايه مع بعضها يعني ما تستويش وتبقى لست عاجين اهو بص بص اقلي في الفرن وارجع عامل دي مع حضرات كتاب قد العيش بتاعنا حمري من تحت خلط اهو عايز بقى يطلح فين بص احمر من تحت ازاي اهو بص شكله عامل ازاي من تحت عشان انا حطيت الطاصة تحت اه الصاجة الطاصة ايه حطت الصاجة بتاحت وتاحت تمام اهو ورحتو حلوة جدا عشان ايه? عشان يزباد اخركها كده وانزل بس ايه الصانية بتاعتي انا حطيت بقى على الفوطة العيش بقى مش عايزة شيله من قدام حضراتكو هنزلها بقى بديو خلاط هعمل ايه يعني لازم الصر كده الفراخ قربت تحمر الرخرة هاي وادخل دولا تان فوق عشان ياخدوا ايه دولا احمر بس من فوق ما استوى اصلا بس ياخدوا دولا احمر من فوق ونخرجكم بقى على طول باذن الله تمام قافل اهو يفيني يفيني والله العظم ولا بس ولا اللي يفيني ماشا هجيب طبقة بقى بتاعي كده وحط فيما لديل هنا اهو عشان نطلع فيل ايه من حاجة الحلوة دي تبس عشان لو شرب زيت ولا اي حاجة يبقى احنا ايه في السليم عشان اضايت برضو يعني والله ما استرت معاكم في حاجة اهو مش حلمكم من اي حاجة اهو كده اطلعها عشان احط ايه وافتحها واريك الحشو دلوقتي جميل من جوه بس يكلي عمل ازاي نميته 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 ماشي ايه رأيك يا حسن ماشي ماشي هاسن ماشي وعليك يا رايس وعليك بقوله وعليك يا رايس يعني عشان محدش يفهمني غلص ها ربنا يخليك كلك زو المخرج بقولي تسلم ايديك اهو ماشي معانا اتصالات يا استاذ محمد لو معانا اتصالات يا جابعة دخلوا هاي دي عادي كده اهو نازل بقى هنا ايه الحشوة الحلوة دي هورها لك جوه جوه الحلويات اللي انا عاملها دي ودائما بجيب لك حاجات حلوة والاستاذ اللي اتصل بيها اللي بتفكرينها بايام زمان ده والله العظيم انا لسه صغيرة بش يعني مش كي لا صغيرة قوي ولا جبيرة قوي بس ايه بحب بقى الحاجات اللي هي الحاجات القديمة دي تحفة تحفة جدا على فكرة استاذ ميادة اهلا وسهلا بحضرتك استاذ ميادة ازايك يا شيف لا انا بحضت جدا حبيبة قلبي ربنا يخليك يا رب لو سمحت يا شيف انا عايزة اه رقم خبرة التجميل راو على الموضي لو سمحت انا الرقم مين؟ طب قول لهم يا حبيبتي جوه هو ما يديكوا الرقم اللي انت عايزة اتواصلي معاهم في الكنترول ويديكوا الرقم اللي انت عايزة يا حبيبة قلبي نورتين شرفتين يا استاذة مره استاذة مره هو الميادة طيب يا شوك مش تبكرني ابني تقولي الفرن دا عايزة بوضي لعيش بتاعي كده ليس ثاني بص وان مينت بليز مش فاي مينت وان مينت بليز الجليدة اهو وعربي وقديم وجديد وكلها تضحك علي ايه بقى لك سعب تضحك علي ايه انا عايزة اعرف قولي بس شاور شاور بتاعتك انت هاد اخوي عايز دي يعني اه ماشي ما انت ما عملتش مجهود عشان ما اعمل ايوة دلوقت ابزي المجهود بقولك بتاعت المخرج استاذة نور اهلا وسهلا بحضرتك استاذة نور اهلا وسهلا اهلا وسهلا اعايز اجيب اللفة ها عشان احط دي في الزيت اللفة ها البازبوسة حاضر عناية لاتنين بص معانا اللفة دي ايوة سوزانور مفيش الله ينور ولا اي حاجة ايوة سوزانور ماشي ايوة سوزانور بص ادخل دي تحت اهي كده هلف اللفة دي بس اهي بصي مسكافي دي ايه لو حت طويلة منك مش امر هي هتتلفوا كلها على بعضها مش مشكلة يعني اهو كده اللفة كده اللفة زي الكحكة كده واجب دي اغريسة تحت هن تمام اهي كلها تروح لبعضها وابطها كده عادي مش مشكلة يعني هو الشكل هيبان هيبان ما تخفيت واخوتها حطها جنب صحابها اه في الزيت ما كان صحابتها قضي مش جنب صحابها مالاش اصحابة بس انا حط افتصل يعني صغيرة على قدي ما بحبش انا التبزيج استاذة شاهد اهلا وسهلا بحضريتك استاذة شاهد ازايك يا حبيبتي عاملة ايه ربناك خليك انا بحب حضركك اول حبيبتي شرف لي وحاجة على دماغي من فوق والله اهلا وسهلا والله دايما من تبعاتي والله يا حبيبتي ده شرف لي ده انا اللي بصي يعني بشكرك ان اتي بالتبعي ربناك خليك اهلا وسهلا طريقة ايه طريقة ايه طريقة عمل ولا بالاهرانب ولا سادة سادة خالد طب هتعزميني ولا ايه طب ماشي هتعزميني يعني ولا ايه ما اقولك بس هتعزميني ولا ايه ايه حبيبتي انت مكسوفة ولا ما تتكسفيش تكلميني انا بتكلمك عادي عشان تفوك يعني كده على هو انا بحب اضحكك كده عشان تبقوا ايه مش محروجين يعني عناية الاثنين حاضر خليك فكر بس مقردنا الجميل اتقر بس الحاجات اللي اطلبت مني عشان انا نحافظها كلها واقولها استاذة مونة اهلا وسهلا بحضرتك استاذة مونة اهلا وسهلا اهلا وسهلا ايه ايه كيكا انهي كيكا قوليلي الشبلاطة الايه بالكاكاو يعني اه حاضر عناية الاثنين بتعندك كم سنة الفطير ده طبعا ايه رئي الجرع عليه صح انا عارفة والله حاضر يا حبيبتي من عناية حبيبتي من عناية احنا هنقول الطريقة والعجنة تاني دلوقتي احنا عملنا الحشوة بس هنقول العجنة تاني دلوقتي ما تقلقيش حاضر هو بس على البطاطس بس انا عايز اخرجها فوق ما حيركوا معايا خرج البطاطس انزيلها تحت وخرجها بس عشان بص اخبز العيش بس وممكن نحطها على فكرة الحلويات دي في الفرن هن بس ايه بس ايه بقى تحطي لها معلقة بكنجو بودر لو انتي عايزة تحطها في الفرن من غير زيت تحطها في الفرن الحلويات دي تحطي لها معلقة بكنجو بودر هتبقى بصي او معلقة خميرة تمام؟ معنا مين يا أستاذ محمد؟ أم حسين أهلا وسهلا بحضرتكم أم حسين أهلا وسهلا 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 عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فضالي لو سمحت عايزة معلش توجي تلعيش الشامل اللي عملت فيه عشان منحيتش الحلقة من الاول والفتيول اللي بتلف فيه لا انتي بقى انا زعلانة كده انتي ملحقتش الحلقة من الاول صح؟ متتكسفيش هقولك حاضر عنايل اتنين هقولك الطريق والله العزين لأقولك دلوقتي حالا على طول قبل الحاجات التاني عشان انتي تكسفت جامد يعني مقدير العيش ده عبارة عن أربح كوباية دقيقة كوباية زبادي معلقتين خميرة معلقتين سكر معلقت ملح وتعجين تكمل العجين بمي سهل خالص يعني معنا مين يا أستاذ محمد؟ أستاذ مونة أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ مونة إزايك يا حبيبتي عاملة إي يا حبيبتي؟ ربنا يبارك لنا فيك ومثلاو على الوصفات الجميلة اللي انت بتعمليها القديمة حبيبتي ربنا يخليك ليا يا رب محرينيش منك أبدا سهلا من حضرتك اتفضل أربع طلبات تلاتة تلاتة ها تلاتة بس عايزين نعرف الباكاكيم الفلاحي حاضر عناية الاتنين أنا عملت لكم في حلقة برضو ماشي حاضر عناية الاتنين حاضر حاضر من عناية الاتنين معنا مين يا أستاذ محمد؟ أستاذ مونة؟ ألو أهلا وسهلا أستاذ مونة أهلا وسهلا بحضرتك أهلا أهلا بالكيف الأمر حبيبتي قلبي ربنا يخليك يا رب بصي أنا أول أنا بتفردك تطفى أول مرة أشوفك بس بجد انت تجنني أقسم بالله حبيبتي شرف لي يا والله وشيء على دماغي من فوق ربنا يخليك تسلم إيدك على كل حاجة بجد الله ينور يعني حبيبتي تفضلي معنا بقى ربنا يخليكي بصي أنا مش عايزة أي حاجة أنا بس حبيبتي أسلم عليكي يا حبيبتي ده شرف لي أو شيء على دماغي من فوق والله نورتيني النهاردة بقى وتتفرج علينا على طول إن شاء الله بإذن الله حبيبتي أهلا وسهلا ماشي كده ماشي يا أستاذ محمد ثواني ثواني بص هي تانية تالت واحدة تالت واحدة عشان أنا بكرر أهو علشان إيه الناس تبقى فاهم معي الطريقة أهو أجيبها كده والفي دي كده حواليها أهو كده متقلقش من الزيت حت زيت تحتها عادي علشان إيه كده أهو 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 لو حطيت الزيت تحتها مميش مشكلة هي تتقلي في الزيت أهو بصي زيت كحكة كده أهو واخوت هحطها فين؟ هحطها في الزيت بتاعنا أهو أنا شلتوا من عنار عشان يبرد شوية عشان ايه ما يبقى السخن جامد يعني بس خلاص نقطة نقطة ما تخافش ما تخافش ما تخافش يا ابني ما تخافش اهو نقطة زيت ممكن بقى استاذ محمد لو سمحت لو سمحت تنزل لنا مقادير الحلويات دي بقى العجينة العجين تمام تسلم يا رب وتعيش بقول لي حالا بالا بقول له تسلم يا رب المقادير بقى موجود قدام حضراتكو على هوا عبارة عن ايه حلوة حلوة بدون فرن كوب بيتين دقيق معلقة سكر رشة مل ميا نعجم بيها زيت هنقلي فيه ونحطه تحت والحشو سهلا اللي انا عملتها قدام حضراتك كوب بيتين لبن عليهم ثلاث معلق نشا عليهم ثلاث معلق سكر عليهم ورقة فانيليا بس سواني با طيب سواني بعدين نكورها وكور زي دي كده اهو بعد ما العجينة قدام حضراتك عجلناها بالشكل ده مثلا المقادير اللي قلت لحضراتك عليها عجلناها بالشكل ده نقطعها ايه كور كده بص معايا هنا اهو كور كده سوانطوطة حلوة كده اهي بص كده نعمل كده انت مش عارفة تعملي كده كوراعة الرخامة عادية اهي بصي شكلها حلوة ازاي اهي تمام اهي ونحطها على الزيت هنا نحط وشها وضهرها على الزيت هنا لحد بنخلص الكمية كلها وبعدين نريحها بقدانا شوية زي دي كده زي لنا مريحها دي قدام حضراتك كده وبعدين نفرد بقى ونقل كده وبعدين نحطها هشيل دلوقت المندل ونحطها على العطل حاضر 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 يا ابي مين معايا مين معايا اه ماشي ماشي همسح بس قدامي كده همسح قدامي كده ونشيل المنادين دي من تحت الحلوات بتاعتنا كده بص بقى يا استاذي كده يعني دي لحظة حاسمة ها الناس اللي هي طلبت مني البزبوسة يا استاذ محمد عايزة بس ثانية واحدة اقولهم البزبوس البزبوسة عبارة عن كوبايتين دقيق سميد عليهم معلقتين دقيق من العادي اللي احنا عاملينه في العجنة دلوقت عليهم كوبايت بنفس الكوبايت عبر المقادر كلها كوبايتين دقيق سميد عليهم كوبايت زبادي عليهم نص كوبايت سمنة نص كوبايت سكر معلقتين كبار يعني نص كوبايت دقيق عادي عشان تنعمه وتديها فرولة حلوة كده وتعجين العجينة دي كلها طرف المعلاقة يعني معلاقة صغيرة بكينج بوضر وتعجين العجينة بتاعت البسبوسة مع بعضها بالزبادي باستمنة بكله باستيها كده حلو وتحطها في سين الصينية ودخلها الفرد وتحطها على النار شربات خفيفة عبارة عن كباية سكر عليهم كباية مية عليهم عصور نصف لمونة يغلو حوالي عشر دقائق اتنشر دقيقة بس على النار تبقى الشربات بتاعة خفيفة كده وتدخلها الفرن وتولع الفرن من تحت بس لو انت الفرن بتاع حضرتك كبير هتنشف منك لو ولحت على الفرن من تحت بس لازم تحلع لها الشوية اول ما تلاقيها حمرت من تحت تولع لها الشوية من فوق تطلعيها تسقيها بالسرب اللي هو كبايتين سكر كبايتين مية عصير نصف لمونة ورقة فانيليا وتسقيها وتغطيها والسباع على جنباتك لأحلى بسبوسة طريقة دوب في البقء دوب كده والناس اللي عايزة القرص الطريقة واللي عايزة البقاكين انتظروني ان شاء الله الحلقة الجاي بإذننا هنعمل حاجات أحلى وأحلى وأحلى ونقول بالتفصيل نطلع بقى لإيه الفرخة عشان المخرج هيضربني كده أطلع الفرخة بتحتي بسم الله الله ما تصلي عنك بسم الله رحمن الرحيم اهو بص شكلها عامل ازاي والله العظيم نميتة نميتة تسلم ايدي يعني انا بقول لي نفسي تسلم ايدي مسامع ماشي 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 يا ابني ماشي يا ابني ماشي 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 بص دول كده الحلوه ها اهي جنب بعضها دم حطتهاش هحطلها بس المنجيس كده اهو عشان بس ايه متنزلش زيت ولا حاجة خليك ايه حريصة خليك نميسة خليك مجهدة هجهدي في الحياة عشان خطر ولادك كده اهو كده يا ابني اتحك عليها يا ابني هنا اهو كده ثانية واحدة وحط العسل بقى نحط العسل بس استيس محمد ثانية واحدة بص كده انزل ها بص العسل هنا اهو بص بق عليها كده ويمحشيها من جوه الله عليها بقى ويمحشيها من جوه بص العسل كده بصي الله عليها ويمحشيها من جوه بقى والعسل فقيها كده وتاكل كده وتدعيلي وتقولي ربنا يكرمك يا شي في ايمان يا ابو العينين يا رب كده اهو الله بص الشكل والله العظيم تحفة تحفة وناميسة نميسة ماشي ماشي يا رايس ماشي يا رايس ماشي ماشي يا رايس اشيل بقى اي حاجاتي كده اهو واسيب برضو العشعة الفوطة والفرخة زي ما هي كده كل حاجاتي جنب بعضها كده هاي كده ماشي تاخدها انت لا ده ما حقلناه اهم جما وكت ساعدة جدا جدا الناس اللي ما تعرفش بقى الناس اللي عرفت النهاردة تقولي اللي ما يعرفش واللي عرف من على الصفحة الحلقة ان شاء الله بإذن الله قطعها نزيلها على الصفحة بتاعتي واللي عرف من على الصفحة يقولي اللي مش عارف واللي تفرج يقولي اللي ما شافش عشان كلنا ان شاء الله نرجح تاني ايه للبرنامج بإذن الله وكنت ساعدة جدا جدا وانا موجودة مع حضراتكم النهاردة اسعد اوقاتي بقضية معاك والله العظيم وتحية لحضراتكم جميع على الناس اللي كلمتني بشكرها جدا باشكر المصورين بس شكر المصورين باشكر المصورين باشكر المصورين المعاي ولون متشاكرة جدا وباشكر كل ناس اللي كلمتني وكل ناس اتفرجت علي وكل ناس اللي كاتت عايز تدخل معرفة شي تدخل معاي على الهواء بقال لهم انتظرون إن شاء الله في حلقات جاية إن شاء الله بإذن الله تحيط لحضراتكم جميع عن جميع الإيمانة والعينين باي باي